...فيدرالية جبهة التحليل في ترنسا كمجاهد ومسؤولين بها وعن تاريخ السابع عشر أكتوبر يقول كانوا اجتماعات على مستلحية مستوى عن الفنادق مستوى عن الاضغط وراءه كل واحد يعني بالإفكتيف بتاعهم لعدد تعلن المنظم تاعهم لازم الجزائرين وكل نساء ورجال وأطفال وكل يخرجوا باش يفشل حضرت تجوه كم فاجهة لفوش تنوجه جو مظمين يعني كانش نظم يعني مذبات كجدر يعني يعني صح منظمة ثورية يعني عصرية اللي فرنسي لفوليس فرنسي كانت يعني عند حق عنصري يعني للقتل التعميق يعني قتل محمد موضوع موضوع ماضي الظلم والاستبدال باتت حكاياته مرسخة ومحفوظة في ذاكرته كاشفا بقلمه بشعة الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الإنسانية ومستدلا في كتاباته بأحداث ووقائعة يعجز السياسيون التنكر لها ويستحل قانون الدولي التكل معنا هذا اللي ليس نتعني ناس دي بايشون في لسان يقدم هذا الاخدام كريو كعطر ريمانيتي أوردور جسال هذا جرائم بشاريين من البشارية في باريس في فرنسا هذا في ماريس تشوت تحت ستوتان هذا هذه فرقومتية ينظرهم في مرخص كتابات كتابت مقانات وين بينا حتى في القوانين الفرنسية فرنسا تخدمت القوانين ملاش هوريس بابو هذا يعني محبوشي عقبوه جعب ضد الليسانية وبالرغم من أن سنه الذي تعذى الرابعة والسبعين لا يسمح لخوض المزيد إلا أنه كان دائما في حديثه معنا يؤكد على إصراره في مواصلة المشوار الذي هو الآخر كان وفروضا عليه مرحله من أحسن مرحله للثورة كانت يعني وفرق طورة كلا رجوع هاي مرحله 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 قد أشار يعني بعض انتقاداته لمحتوى الفيلم الليلة السوداء دعونا نسمع الصوت ونرى صورة مخرج هذا الفيلم وماذا يقول عن سيناريو الفيلم عن الوقائع التي سردها كيف وجه بعضا من المشاكل أثناء عمله السنبعي هذا أحداث أكتوبر الدامية التي عاشتها شوارع العاصمة باريس في تلك الليلة السوداء من تاريخ فرنسا ترجمتها هذه القطة المؤثرة من الفيلم العالمي التي ترجمتها في تلك الليلة السوداء التي ترجمتها في تلك الليلة السوداء 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 ترجمتهاي يا رفاة كلمة 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 المترجم للقناة 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 ماذا نعطي إلى شديد من الجن العراقين ماذا نعطي مع محاولة من عملتهم كم أنهم ستحدثوا اليوم بهمون محاولة كهمة كذلك وهمون كذلك ماذا يبدون بحثة عديدة كثيرا يمتون بكتابة في العالم وإمعنا حقا دراءة العراقين ومتون بكتابة بالمحاولة فقط نتأسف عن عدم ترجمة مكالم المخرج للأمانة وأن تركنا الأمر على ما هو عليه لتتبع هذه الشهادة التي نرى فيها الكثير من شهادات أهل الفرنسيين أنفسها طبعا فيها اعترافات قوية وغنية للمخرج أرين تسما بما تحدث عن صعوبة إنجاز هذا الفيلم نظر المضايقات التي تعرض إليها من طرف السلطات الفرنسية عبر أيضا عن اهتمامه مثل كثير من السلمائيين الفرنسيين بتاريخ الثورة الجزائرية وتحديدا خاصة تاريخ 17 أكتوبر 1961 بين عدم موقوف الدولة الفرنسية عند هذه الحقبة من التاريخ الفرنسي يعني الكثير ويعني تاريخ فرنسا فيها الكثير من البقع السوداء وما يخجل وما يبقي يعني بصمة عار لدى الفرنسا الاستعمارية تحدث أيضا عن صفح موريس باطو الذي عودته أساليب الموروثة في الحرب العروية الثانية على الجريبة وفقدان الضمير أيضا تحدث عن مقرج عن عدد الشهداء قال بأن هناك تقبيرات مئتان وأكثر وقال إن العدد الحقيقي بعيد عن هذا وفي كل الأحوال فإن العدد فضيل وملحب جدا فيلم الليلة السوداء لنا أيضا كما عشرنا يعني جوائز عالمية وفي الحديث عنها بفعل الجارية فإن عند عرضه للفيلم وقف عند الغرض الذي يفرطه الصور في رفوس أبناء الجارية وكأن شيء يتحرك في هذه الجارية على أن هناك تاريخ وأن هناك جرائم قد أرتكبت في حق أجدادها وأدائها السادقي تأسف المقرج أيضا من الشرق الذي تعانيه الجارية الجزائرية في فرنسا والذي تطلق المقال أن ترادع السلطات الفرنسية سيستها باتجاه جاريتنا في فرنسا محمد غفير لهنا الاحتجاج أيضا هو الحاضر معي هنا في الاستوديو حول بعضا من المشاهد فين يعني عندك اعتراض على المشاهدات يجاء بهذه الثاني نعم على الفيلم هذا عدي أنا ما أشفت أنه أتواني كنوديه وأن يكتبه وغالي غاليه أو فيلم دارو يعني خاطئ عن الحقيقة ما هي الحقيقة؟ الحقيقة واحدة يعني أنا شاهدتها وقدت ما أشوفوش روح على الفق إبا في القاهرة كي نسميه إحنا في النظام نسميها القاهرة حتى نسميه قاهرة كأن النظام تاعنا دائمون حتى نعم حتى نعم واحد جزائريا جذائريا جمابة تحتاجه رئيس فوج انتهاء ينرى إصدار مدهارات لخطير من غفر خرجوا وفاولتهم هذه حق وأخذ تغير لخطير جاليه الجزائريا مهذا يتقولذي هذا هم يأثروا ومن المسؤولين لذلك يمكن أن يكون البعض الساحرة على أشياء عامي وعلى يوم يمكن أن يكون الساحرة على بناء وإنبعنا نشاء المنظمة أعطاق السفر كانت كل شيء مرتفع ونسألنا مدينة أكتابر ونسألنا الأمر ونصنعوا الوضوء في مدينة 17 أو 17 أو 17 أو 17 أو 17 أو 17 ونصنعوا الوضوء ونصنعوا الوضوء ونصنعوا على أن ندعوا مضاحة ونسألنا حتى نعطيها نقوم بأننا لا تقوم بالمضاحة ونصنعوا المناظرين على سيبرات المناظرين ولا يتطلبوا معهم حتى يتطلبوا الان أمار كيف كان بحيث قبل السنة في النظام لا أجمع نظام ونعرفوا تسير نظامنا كما كانت مشى في القعدة إلى السلطة ولا مسؤول أرفض الموقف بشقت المناظر وإلا ماما خبيت بلا ما يكون تقارير للمسؤولين اللي فوق منه وللازم المسؤولين في اللجنة معلموا يقرؤوا التقرير ويشوفوا الأسباب اللي ينجموا ويقرؤوا بشقتلوا بشقتلوا أمر بشقتلوا هدير تصحيح بركانت على قضية نعم أنا شاهدت صورة مرعبة يعني أرعبتني في شريط الخارجين عن القانون والفترة كانت متعلقة في فرنسا وفي عمل في دراسج بالتحليل الوطني في الواحد أرفض لأسباب ما يعني أرفض يقدم الاشتراك وفي الحقيقة بدل من يقدم الاشتراك كان اشتراك فلاجع صحيح أن المخرج ممكن يقول أنه هذي خيات لكن عما قدم صورة مثل هذا نخمك واحد بالحمل بالخيط لأنه رفض تقديم الاشتراك بدعوة أنه اشترى فلاجع فهذا يعني يطرح لنا أسئلة كثيرة وعلى الأقل يعني يشويه جبهة التحليل الوطني ويشويه تاريخها ما وقفت عنده ما وقفت عنده وانتم للصحونة يعني هو أنه جبهة التحليل الوطني اخترقت أوسط مختلفة بما فيها أوسط البوليس الفرنسي وكان بحوزتهم بحوزة الفيدرالية قائمة بأثناء وصور وعناوين ضباط الشرطة الفرنسية وأعوانهم من الحركة الذين كانوا يبارسون التعذيب فهؤلاء هم الذين استغذفوا من طرف الفيدرالية ويذكر جون ريكوينودي مثلا أنه في الكتاب الأخير أن عدد الشرطة والسيبلاتيف بيش ميقولوش لحركة ومنا الذين تم التصفير فهم مبين يعني في خريف واحد وستين بماريس لم يتجاوز ثلاثة عشر ضحية في المسيعة شكرا